الحقيقة انه دلوقتي خلاص حياتنا كلها بقت موجودة على منصات التواصل الاجتماعي بقى خلاص العالم كله طول الوقت فيه تزايد في الاعتماد على التكنولوجي والتواصل الرقمي وبقت الرسائل الاحتيالية والتصايد الالكتروني تهديدات خطيرة جدا بتستهدف الافراد والمؤسسات لانه بقى فيه تفرة كبيرة جدا في تطوير الهجمات السايبرانية سواء كان عن طريق رسائل البريد الالكتروني المزيفة او حتى المحادثات الهاتفية حتى مقاطع الفيديو المفبرج عشان كده احنا النهاردة عايزين نعرف ازاي نكتشف هذه الرسائل المزيفة هل يمكننا ان احنا نتجنب ان احنا نتعامل معها هل ينفع ان احنا نحمي اجهزتنا من الاختراق بشكل مبتكر بشكل ذكي بشكل بدائي حتى خلال راح بضيفنا المهندس ايس هم صلاح خبير تكنولوجيا المعلومات هنتعرف من خلاله ايه هي هذه الرسائل وازاي نقدر يعني بابسط الاشكال اللي احنا نتجنب اهلا بيك بشكل مبتكر اهلا بسهلا بحيك صباح الخير على حضراتك وعلى سؤال المشاهدين اهلا بيك ايه هي الرسائل الملغومة او الرسائل الاحتيالية اللي هي بقت سمة من سمة العصر ده النهاردة بقت بياناتك هدف لكل هاكر عايز يسرقها علشان يتاجر بيها في الأسواق السوداء المتعرف عليها دوليا بالضبط هي طبعا في العصر الحالي البيانات بقت كنز والكنز ده بيجيب فلوس كتير وتسريب البيانات وبيعها ده بيجيب فلوس كتير وبقت صناعة حد ذاتها يعني اهم الرابط الملغومة او التصايد الالكتروني ده حاجة نوع من نوع الهاكينج اسمه الفيشنج يعني الفيشنج ده عن طريقه انا ببعط لحيك رسالة سواء الرسالة دي جالك على الواتساب او جال حيك على الاييميل بتاعك او رسالة على الفيسبوك الرسالة دي بقولك فيها جملة معينة وبحط لك لينك عشان تدوس على لينك ده هذا في الاصلي انك تدوس على لينك ده قد اشجعك على ده عن طريق ان انا مثلا اغريك اقولك اسمك كسب الجايزة الكبرى ودوس على لينك هنا عشان تعمل ودخلينها معلوماتك عشان تتوجه تروح تاخد الجايزة او بشكل تاني اقولك الحساب بتاعك في البنك اتوقف واحنا قدرت البنك وبنبلغ حضائك انك لازم دوس على لينك ده وتحدث بياناتك عشان نشغل نعيد تفعيل الحساب بتاعك هو استخدم في المرة الاولية وممكن يبقى رابط البنك كمان بس من غير اتش تي تي بي مش بس فكرة اتش تي بي ودي نقطة هنتكلم عليها برضو ازاي اكتشف الرابط انها رابط احتيالية اولاق يعني فانا استخدمت في المرة الاولى الترغيب ان انا قلت الحاكي ان في جايزة وبتاع فانت هتبقى متلهف انك تدوس على لينك او استخدمت الطريقة الاخرى اللي هي الخوف او اقولك انت قدامك 24 ساعة والاكاونت بتاعك بتاع الايميل يتقفل لانه وصل لحد الاقصى فبالتالي لازم تقرار 24 ساعة تخش على لينك ده استخدمت طريقة التالتة اللي هي التخويف مع السرعة لانك دايما في السرعة ما تفكرش كويس وانت تاخد القرار بتاعك فتبقى بسرعة على طول بتدوس على لينك وكذا وفي برضو ميسجز من نوع انت كنت موجود في المكان الفلاني او دي صورتك في المكان الفلاني خش شوف فطبعا الناس بتتخض جدا بالزبط كده هي في الاخر التصنيف الرئيسي والتطبيب الرئيسي ليها وبستخدم الطريقة من الطرق سواء الترغيب او التخويف او كده عشان يدفعك ان تدوسي على اللينك ده طب هو ايه هدفه ان تدوسي على اللينك ده في اكتر من حاجة في مثلا لو دوست على اللينك فبدخلك على سايت وهمي السايت ده بينزل في اللانب directive بينزل على موبايلك او على لابتوبك او على التابليت بتاعك او على الفيسي بتاعك البرنامج ده بيكون ميليشيوس يعني من البرامج الخبيثة يعني اللي منها تقدر تعمل أكتر من حاجة تقدر تمسح البيانات بتاعتك تقدر تضمر البيانات بتاعتك أو تقدر الأهم إنها تشفر البيانات بتاعتك لو على بي سي مثلا وعلي ملفات الشغل بتاعتك وحيات مهمة جدا من نسبالك تشفرها وتطلب منك فدية تطلب منك فلوس عشان أفك الشفرة وعلى فكرة الموضوع ده فعلا ودي كانت هجمة كبيرة استهدفة القطاع الطبي على مستوى العالم يعني وأكتر دولة تدارت منها كانت بريطانيا بيشفروا الملفات ومفيش طريقة لفك التشفير ده فانت غزبا عنك تطير تدفع الفدية يعني الشخص بيكون دخل على التليفون دخل على الموبايل أو دخل على اللابتوب هو عنده أكدنا المسكل اللابتوب أو الموبايل بالضبط هو بينزل حاجة احنا بنسميها تروجين هورس أو حسان ترواضة هو بينزل ملف عندك على اللابتوب أو على الموبايل وبيقدر يكلم الملف ده من بعيد ريموتلي تمام ومن خلاله بيقدر ياخد هاكينج على الموبايل بتاعك سواء كان على اللابتوب مثلا بيشفر ملفات أو مجرد أنه بياخد أكسس أو صلاحي الدخول على الموبايل بشكل كامل يقدر يفتح الكاميرا بتاعتك يقدر يفتح المايك مش لازم تكون يتكلمين في التليفون ممكن يكون يتكلمين في حاجة التليفون جنبك وفي حوار مع ناس طبعا كل الحوار اللي حوالين التليفون ده ملقوط الناحية التانية فيقدر يأكسس الكاميرا يقدر يأكسس المايك يقدر يأكسس اللوكيشن بتاع حضرتك يقدر يختار الكاميرا الأمامية أو الخلفية يقدر يشوف السكرين لو حاجة بتبراوز حاجة فهو شايف انت بتبراوز ايه بتفرج على ايه وبتدوس على ايه يقدر ياخد حاجة اسمها الكيستروكس او الزراير اللي انت كتبتها على الكيبورد عشان تكتب الباسورد بتاعك وانت تدخل على الإيميل فهو عارف زراير ايه اللي انت كتبتها فبالتالي عارف الباسورد بتاعتك إذن لما بنزل تروجين هورس بيبقى هدفه ناخد سيطرة على الجهاز بتاعك سواء كان موبايل سواء كان لابتوب وهكذا أو هدف تدمير البيانات أو هدف سرقة البيانات لأن قد يكون التروجين هورس ده بيبعت البيانات بتاعت حضرتك لجهة ما أو للهاكر يعني عشان في الآخر ياخد البيانات دي ويباعها أو يباعها ليك أنت شخصيا بأنه شفارها ويقفلها فما تعرفش أنت تفتح ملفات شغلك اللي هي مهمة بالنسبة لك فاتطر تتفعله فيديا عشان الكلام دي وفيه كوارث أبعد من دي الحقيقة باش مهندس كمان يعني فيه من الفيشنج حاجة تانية برضو باستخدام اللينكات إن اللينك يكون ظاهر اللي حيكونت لسه تتكلم عليه دلوقتي هو مكتوب قدام حضرتك www.facebook.com لكن وهو بيبعت لك الإيميل قبل ما يعني بعد ما كتب الفيسبوك.com بيعمل edit hyperlink ويسيب الكلام المكتوب من بره فيسبوك زي ما هو لكن اللينك الحقيقي اللي لما بيتداز بتروح عليه قد يكون مثلا جوجل مثلا فبالتالي حيك شايف إن اللينك اللي قدامك فيسبوك تمام وبتدوس عليه يفتح لك سايت تاني اللي هو السايت بتاع الهاكر اللي هي في بعض الأحيان بيعملوا سايتات وهمية زي ايه يعمل سايت شكله زي شكل الفيسبوك بالزبط بنفس الألوان بنفس الفونت بنفس كل حاجة لكن صفحة اللوجن بس صفحة الدخول اللي تكتابي فيها اليوزينيم والباسورد بتاعك فبالشكل ده لو انت دوست على فيسبوك دوت كوم رح فتح لك سايت انت مخدتش بالك العنوان اللي فوق مكتوب ايه لكن انت شايف شكله زي شكل فيسبوك بالزبط من الانترفيس يعني مفروض في التول بار مثلا هو مفروض بيشوف بزبط كده من التول بار من فوق بيشوف اليوار ال اللي ظاهر ايه هل هو فيسبوك فعلا ولا حاجة ايه لو فيسبوك فعلا او انستجرام فعلا او اي منصة المفروض يكون ايه ولو فراد او لو هو مزيف المفروض يكون ايه لو فيسبوك حيبقى فيسبوك دوت كوم www.facebook.com لو انستجرام حيبقى نفس الفكرة انه ممكن يبقى ايه انستجرام بس فيها ايه في النص انت مش اخده بالك منها حاجات شبيهة باليور ايل عشان يبقى بيخدعك فانتي لما هتشوفي قدامك صفحة الفيسبوك وانتي دايس على لينك الفيسبوك وظهرت صفحة الفيسبوك على اللوجن دخل الوزر نيم ودخل الباسورد ناس كتيرة جدا هتروح مدخلا الوزر نيم صحيح دخل الباسورد سيف خلاص كده هو لقت الوزر نيم باسورد بتاعك خد هو اكسس على اكاونتك وعرف منك الباسورد وهير الباسورد وبقى تشينت عارف تخش على اكاونتك بتاعك بتاع الفيسبوك ويادر يبتزك باكا طيب ابرز الهجمات اللي حصلت خلال عشر سنوات اللي فاتت عالميا وابرز الطرق المبتكرة فيها كتا عاملة ازاي زي ما كنت لسه بقول حقيقة دلوقتي على الفيشينج ده كان ساعتها ده نموذج بالزبط كيرا احنا متكلم في 2016-2017 وده استهدف كل المستشفيات على مستوى العالم كانت هجمة غريبة انها هجمة تارجيتنج يعني حاجات معينة وفيها حوالي تقريبا اكتر من سبعين مستشفى في بريطانيا تضررت الخدمات بتاعة المستشفى وقفت لانهم شفروا الملفات فالاجهزة ما بيتش عارفة تشتغل فخدمات المستشفى كلها وقفت فاتطررتها الفيشة فاتخال حاجة زي كده في مثلا حاجة حصلت في 2020 في امريكا في البنتا من تحديدا اكبر شركة برامج ادارة الشبكات دي شركة عالمية نمرة واحدة على مستوى العالم شركة امريكية وهي دي البنتا جن كان بيعتمد البرامج بتاعتها عشان يدير بيها الشبكات بتاعة البنتا جن الاختراق حصل باستخدام صغرة جوه البرامج ديت وحصل اختراق فعلا في البنتا جن كلام دا لسه من كم سنة يعني اللي هي وزارة الدفاع الامريكية فيش بعد كده يعني بالزبط كده مش تأمين اكثر من كده يعني فبالتالي دا كان حاجة من الحاجات المشهورة جدا اي اا اا الاختراق اللي عملته دولة الكيانة على ايران على سبيل المثال وقفت المفاعلات النووية اا اا برضو دا كان من احد اشهر الهجمات يعني عم طريق برضو نفس الفكرة تروجين رموه على جهاز واحد بعدين التروجين دا الاجهزة كلها على شبكة تروجين دا عمل كوبي لنفسه على بقية الاجهزة فبقى موجود في كل الاجهزة اللي موجودة في المفاعل وبالتالي مدي للكيانة اللي عمل الهاكينج دوت امكانية السيطرة على كل الاجهزة دي فيقدر يتحكم فيها من بعيد فبالتالي يقدر يفوق وقف المفاعل او يشغلو من بعيد والإيرانيين ما كنشع فينا عملو حاجة في الموضوع طيب باش مهندس انا شخص فجأة دست على اللينك دا فعلا ومخدتش بايليه ولكن تنبهت يعني على طول خدت بايليه ان فيه فيشنج او فيه محاولة للاحتيال او التصايد هل في حاجة ممكن اعملها قبل ما بياناتي وكل حاجة تروح لهذا الشخص طيب هو مجرد انت دخلتي على اللينك والصفحة حملت فخلاص كده المهم انك تعملي حاجة قبل ما توصلي لده اصلا تعملي ايه تنزلي برنامج من برامج مكافحة الفيروسات زي مثلا 啊 كاسبارسكي زي نورتون زي في فيه برامج كتير وفي منها برامج مجانية وفي منها برامج بفلوس 啊 في برامج كتير موجودة على البلاي ستور كبرنامج مكافحة الفيروسات برامج مكافحة الفيروسات هيبقى قبل ما بيفتح اللينكي بيسكانوا فبالتالي بيحميكي من انو حتلاقيه قبل ما يفتح اللينك بيترارك ميسد يقولك خلي بالك اللينك ده لموقع تصنيفه خطر انت بتأكده انك عايزة تخش عليه زي الترو كولر لما بيعمل لك الرسالة حمراء كده بالضبط طيب هل ده بس اللي نقدر نعمله لا انا لازم اقمن موبايلي على سبيل المسال واجهستي بدنا انا اكون حاطة انتي فيروس مضاد للفيروسات من الترو الاخرى برضو ان انا اقدر اخد كوبي من اللينك ما افتحوش انا ازاي اقدر اعرف ان اللينك ده فيشنج ولا لأ الاول ادقى كويس في العنوان طب لو العنوان كان مكتوب كويس اقف بالماوس مثلا على العنوان من غير ما دوس ساعتها بيطلع لي حاجة اسمها تول تيب مسج بتطلع فوق كده فوق اليوريل بتطلع لك اليوريل الحقيقي اللي لو دست هتقدر بخش عليه فدي نقطة بتخليني اشوف الحاجات بقى اللي فيها ايه www.xyz1lg.com ده غريب شوية مش دومين نيم مش مطمئن حقيقي ومحترم وباين وواضح وبتاع حاجة بجد شركة كبيرة انا عايزة ادخل على الويب سايت بتاعها او كده لا ده مش مطمئن شوية عشان نتغلب عشان الهكرز يتغلبوا على المهمة دي ما هي الفكرة صراع ما بين الشخص اللي بيأمن وما بين الهكر والصراع ده بيتطور فلما الناس بتاريت تبقى فاهمة انه السيطات اللي الدومين نيم بتاعها اي كلام وكلام غريب كده ده فيشنج ابتدوا الهكر يعملوا ايه ياخدوا الدومين نيم ده ما يبعتهولكش مباشرة لا يدخلوا في حاجة اسمها شورتنر يعني فيه سيطات كده تدي لها الدومين نيم لينك مثلا طويل قد كده يروح ما طلعهولك في عشر حروف مثلا اه طبعا بي اي تي دوت اي جي وكود ففي الاخر انت مش عارف اللينك الحقيقي صحيح اللي ده هيوصلك ليه هو ايه صحيح فانت كده بالنسبالك النقطة بتاعت ان انا اشوف اللينك واعرف من الكتابة اذا كانت صحة ولا غلط بقتش مطمئنة طب الحل ايه ان انا كلها عاملوا انا اخطى من اللينك غير مفتاحه ثم اروح على اي موقع من المواقع اللي بتعمل سكاننج لللينكات وحط اللينك ده فيها واجرب طب الموقع دي زي ايه مثلا كاسباريسكي بيعمل نفس الشي نورتون بيعمل نفس الشي في موقع اسمه جوجل ترانسبارنسي جوجل ترانسبارنسي بخش عليه هيلاقي مكان كده عامل بيست او لسق لل يور اللي انا اخدته كوبي في الموقع واقول له وريني شو فبيروح مطلع لي اذا كان الموقع ده سيف ولا مش سيف في موقع من الموقع المهمة جدا لسكاننج برضو اسمه فيروس توتل فيروس توتل ده موقع لما بحط اللينك اللي انا شاكك فيه فيه وبسرش هو بيسرش جوه سبعين مكان لتأمين الفيروسات وبيسأل السبعين مكان ويرجع على الاجابة يقولك ده فيه خمسة وستين موقع بيقوله ان الموقع ده مشكوك فيه وفيه تلات موقع متطمينين ليه فخمسة وستين موقع يبقى كيد الموقع ده في حاجة يبقى مدخلش على اللينك ده طيب يبقى في البداية اي لينك غريب ما افتحوش نمرة واحد نمرة اتنين اكون منازل انتي فيروس عندي نمرة تلاتة لو انا يعني مهتمة قوي وواسق في الشخص اللي باعتلي اللينك ما هو لو واحد غريب باعتلي اللينك ما ابدأ ايا تسعة تسعين في المية بالنسبة لي ان انا مش هفتح اللينك ده طب لو واحد صديقي بس باعت اللينك هو ممكن صديقي ده يكون الموبايل نفسه بتاعه حصل عليه هاكينج يعني هو مش قاصد انه باعت اللينك حصل على موبايله هاكينج وراح باعتلي كل الكونتكس بتاعته لكل الاصدقاء اللي عنده تشحنولي الموبايل مش عارب مسار خلسين جنيه عشان انا مزنوق بزبط حاجات دي حلال بدائية يعني فجالي رسالة بتقول لي خش على اللينك ده من اه اه احمد صديقي فانا متطمن لأحمد طيب اللينك غريب شوية قبل ما افتح اللينك انا نزلت انتي فيروس قرار دي قبل ما افتح اللينك احطه في سكانر من اللي انا قلت عليهم زي الجوجل اي لينك غريب او مشكوك فيه ما افتحهوش وحاول ادور لو انا مزنوق قوي ان انا افتح اللينك ده اراح واخده على موقع سكاننج اعمل سكانر عشان اطمن قبل ما افتح ان اللينك ده حيكون سريع والاي اي اي بيستخدم في الحاجات دي الذكاء الاصطناعي هل يستخدم في الاي اي استخدماته كتير جدا وطبعا اه بصحك الاي اي الهدف منه الاخير في الاخر انه الاي اي بقى قادر يكون عنده معلومات اتعلم منها وبيستمبت منها معلومات اخرى غير اللي موجودة نتيجة تحليل المعلومات دي تتيجي تتعلمه ثم بتحطه في تجربة وياخد هو القرار يعني الاي اي هدف في الاخر مثلا ايه فيه تطبيق من تطبيقات الاي اي اي حصل اثناء كورونا وحصل في الصين وكنا بنحاول نعمله هنا في مصر بنحاول نعمله ايام يعني وقت ما كنتم الشر وزير الصحة لتكتونيج المعلومات في ايام كورونا يعني هناك في الصين اعملوا حاجة لطيفة جدا اشعاعات الصدر بتاعت الناس اللي عايزين يكتشفوا فيها كوفيد ولا لأ علموا على مجموعة اشعاعات حوالي 2 مليون اشعاع دا عنده كوفيد دا ما عندوش دا عنده كوفيد دا ما عندوش وهكذا وبعدين علموا الاي اي بالمشين ل testimon somet within شكل الاشعاعات اللي فيها كوفيد وشكل الاشعاعات اللي ما فياش كوفيد اوتوماتيك بعد كده بقى لو انا اديت الاي اي اي اشعاعة جديدة الواحد جديد الـ AI لوحده حيقول لي لا ده عنده كوفيد أو ما عندوش تبقى الـ AI لأنه تعلم من ملايين ريكورز قبل كده وطلع منها أنماط وعمل باترنز وبناء على كده ابتدى هو يفرز يفرز وياخد قرار بأن ده عنده كوفيد أو ما عندوش وهكذا فاستخدامات الـ AI ده نطاقها في المجال الأول يعني ثم حاجة مثلا زي اللينكات اللينكات هي بتبقى ستريت فورول أنا لما بفتح اللينك ده لو هو فعلا فيشنج يبقى هو بيداونلود لي فايل أو بيديني بايلود بشكل من الأشكال أي ترافك يعني مجموعة ديتا بشكل من الأشكال سواء ده كان ده فيروس بقى ولا وورم ولا أين كان يديني مجموعة ديتا الموقع بتاع نورتون أو جوجل ترانسبارنسي بيفتح اللينك ده بيشوف هل بياخد منه بايلود والبايلود ده عليه حاجة برمجية يبقى الكلام ده خبيث يقولك الموقع ده خبيث فإلى حد كبير استخدام AI فيه موجود لكن بشكل محدود طب باش مهندس أنا معنديش أنتي فيروس ومش مقام من تليفوني ودست على لينك وعملت كل الحاجات دي هل فيه طريقة أنا رأقدر على الأقل حول أحتوي الموقف أعرف هل أنا دلوقتي حد بيتفرج علينا مستدى المشاهدين شاكك أن التليفون ممكن يكون في حاجة هل ممكن أتشاك أن أنا تليفوني في حاجة طيب هو طبعا في آيفون الموضوع ده إلى حد كبير قليلا قوي لأنه في آيفون بييمبليمنته مجموعة من الإجراءات الأمنية يعني اللي تخلي تأثير حاجة زي كده ضعيف في أندرويد بنقدر نروح على الساتينجز وبعد كده نروح على حاجة اسمها ديفايس أدمينستريتورز ديفايس أدمينستريتورز من خلال ديفايس أدمينستريتورز دي بيطلع لك كل البرامج اللي واخدها الصلاحية إنها تكونترول أو تتحكم في الديفايس في الموبايل بتاعك فبالتالي لو لقيت فيه برامج أنت ما تعرفيهاش واخدها الصلاحية بتاع الديفايس أدمينستريتور تأكدي إن ده فيروس نعمل إيه بقى؟ حتشيليه على طول بس كده آه طبعا إنما واسع برنامج الإيميل حتلاقي واخد الصلاحية دي لكن ده برنامج أنت عارفاه صحيح فعمتطمنا له إنما لقيت برنامج اسمه YZ5 واخد الصلاحية دي بجرد ما شلته خلاص بزبط كده طب فيه أبليكيشن مغارب ما شلته إنتي وقفت الكنترول بسي رحلوا رحلوا خلاص بزبط كده طب بالنسبة للأبليكيشن اللي بتبقى ثيرت بارتي التطبيقات اللي للأسف إحنا لساعات بنزلها بنفسنا صحيح بتتعامل يعني مثلا حد عايز يتراك أو يبص مثلا مين عنده على إنستجرام أو ليه حاجات تانية كتير جدا بتضطر تستخدم معلومات عن تطبيق آخر صحيح دي مدى درارها إيه؟ بصي هي جوز كبير جدا منها بيسرق تبيانات منها مثلا تطبيقات زي إيه؟ واتساب جولد حاجات زي كده مثلا أوكي بص دلوقتي واتساب بنزل لك منتج بيقول لك أنا عامل تشفير للاتصال من تليفونك لتليفون اللي حيصاله للميسنج صح؟ صح بس واتساب برضو قافل عليك شوية حاجات أنت حابي بأنك تعملها فالثيرت بورتي الشركات التالتة بقى بتستغل احتياجك اللي أنت عايزه من الواتساب واللي تساب قافله عليك فتقدم لك الخدمة دي فأنت بمنطقة البساطة هتنبسط وحتروح تاخد الواتساب جولد والحاجات سيئ مش على جوجل صح؟ مش على البلاي ستور ما هو مش موجود على البلاي ستور لأن البلاي ستور بيبقى عارف إذا كان البرامج دي ضارة وخبيثة ولا لأ فعشان كده بيرفض إن هتبقى على البلاي ستور فرح هو حضط لك اللينك إنك تدونلود الكلام ده كأي بي كي وتسطبه على مبايلك بعيد عن البلاي ستور صح كده؟ صحيح طيب هو حيديك الاوبشن اللي انت عايزه آه بس في المقابل مبدئيان هو كسر التشفير معنى كده إنه هو الشركة اللي عاملة البرنامج زي واتساب جولد مثلا قادرة تشوف كل الرسائل اللي طالعة منك وكل الرسائل اللي جاية لك طيب هل هي بتستغل الرسائل دي أو لا؟ ما قدرش أقول لكن مبدئياً كونسبت إنه كسر التشفير وبقى قادر يشوف الرسائل بتاعتك راحة جاية دي مشكلة صحيح ثاني نقطة طب هو بس اللي بقى قادر إنه يشوف الرسائل ما انتا كسرت التشفير فبالتالي بقى هو وغيره شكراً أي برامج تانية قادرة تشوف الرسائل اللي طالعة ما انتا كسرت التشفير إذن هو بيستغل لي حاجات انت محتاجها لكن قد يكون بيستغلها بشكل سيء وقد لا عشان كده من ضمن البرامج برضو أو التطبيقات التيري براتي لما تكون على الفيسبوك وتلاقي ايه شوف شكلك بعد تلاتين سنة هيكون عامل إزاك نعم أو شوف انت شبه مين من الممثلين أو شوف انت ممكن تشتغل ايه بعد كده فانت بنتها البساطة بتخش على تطبيق تلعب يقولك ايه يقولك طب انت لازم تديني صلاحية كذا وكذا 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 على مين الاصدقاء اللي بتفعل معاهم صح كده فانت اديت له الداتا بتاعتك ما تديني وانت اللي سلمت الموافق وانت اللي موافق انك تدهالو صح صح كده هو في الاخر طلع لك صورة فيها شوية شعرابية كده وبتاعه وقال لك دي صورتك بعد تلاتين سنة هو اشتراك بالقصة بس هو في المقابل خد كل الداتا بتاعتك صح ايه حصل منه اه تسريب البيانات كامبريتج في فيسبوك في اثناء الانتخابات الرئيسية الامريكية ايوه اكتر من مليون ونص اه شخص حصل معاهم نفس الموضوع ناخب امريكي فبالتالي بالنسبة للسلام المشاهدين احمد دولد ترامب ايو انا بقى ناشتكو البرامج بتاعت اه اه شوف هتشتغل ايه وشوف اه وشك بعد بعد تلاتين سنة والحاجات دي كلها بلاش يا جماعة نستخدم الحاجات دي لان الحاجات دي بتسرق البيانات بتاعتنا وتاخد اكسس طيب هل بياناتك انت بس اه في حد ذاتها تارجد بالنسبة لهم لا هو لو خد بيانات مليون مصري ده بالنسبة لك كواس جدا طبعا حيقدر يحلل الوضع جوه مصري وقدر يعمل علاقات زي سورفي كده يعني خلاص عارف كل عارف الاهتمامات عارف الاراء عارف كل حاجة خلاص عارف حاجة بتصحي امتى او بتناني انت عارف حاجة اول حاجة بتعمليها في اليوم ايه لا عارفها كتير طبعا طبعا نحن نشكر حضرك جزيلا شكر مهندس ايسام صراخ خبير تكنولوجيا المانويات الحقيقة يعني افدتنا وخوفتنا في نفس اللحظة شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا لحضرتك